نعى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب إلى قواعده وقياداته وأبناء المحافظة وإلى الشعب اليمني الشيخ محمد علي عكشى بن جلال عضو هيئة شورى الإصلاح المحلية الذي وافته المنية إثر حادث مروري بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال والإصلاح بين الناس وخدمة قضاياهم وقال إصلاح مأرب إن الشيخ بن جلال كان أحد رجالات اليمن ومأرب الذين سعوا لخدمة أبناء المحافظة والشعب اليمني بكل إخلاص وتفاني وكان له إسهامات كبيرة في المجال الاجتماعي والعمل الخيري وإصلاح ذات البين وأسخر وقته ونفسه طواعية في سبيل ذلك وعشر بيان النعي إلى أدوار الفقيد الوطنية المشهودة في رأب الصدع وجمع الكلمة والوقوف بحزم حيال كل دعوات الفرقة والشتات ويعد الفقيد أحد أحمد بن جلال أحد مؤسسي مطارح محافظة مأرب ومن أوائل الذين هبوا للدفاع عن المحافظة والتصدي لميليشيا الكهنوت الإرهابية وبذل نفسه وماله وأولاده في مواجهة الميليشيا الإجرامية